بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد أحمد من قناة فيكراس في فيديو النهاردة هنوضح طريق تجميع وتجهيز لوحة التأخير الزمني عن طريق مفتاح خارجي أو زي مكينة السلم والناس اللي شغالة كنترول أكيد تعرف أهمية اللوحة دي اللي بتمكنك من عمل تأخير زمني تقدر تتحكم فيه زي ما تحب عن طريق مقاومة متغيرة وزي ما وضح أمامكم بتحكم في الدائرة عن طريق أمر بيجيلها من مفتاح خارجي سواء كان زر جرس أو بشبتن وبتشتغل الوقت اللي أنا محدده عن طريق المقاومة المتغيرة وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بان أصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا قبل ما نبدأ التسكير بسيط بطريقة الشراء من موقع GLCP طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده تضغط هنا وقد جربر بعد كده بترفع الملف الخاص بك ملف الجربر الخاص بك تمام بالشكل ده وبتنتظر بعد كده بيظهر لك تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا وتنك بتشوف الصورة بتاعته بحجم أوضح تحملها وتكبرها وبعد كده سيف تو كارد بعد ما بتخلص رفع التصميم الخاص بك وبعد كده تشيك أوت وبتسجل بياناتك الخاصة بالشحن وبتحدد طريقة الدفع المناسبة لك عشان توصلك فقارة بوقت إن شاء الله نبدأ على بركة الله وبعد ما الليها حوصلت لها بأقل من أسبوع تمام نفتح الكارتونة طبعا بيكون موجودة في طرد طبع شركة DHL ومعها تصميمين زي ما وضحنا كانت تصميمين هم عبارة عن لوحتين التأخير الزمني واحدة باستخدام مفتاح خاري والتاني لحماية الأجهزة الكهربية لما الكهرباء بترجع بتعمل تأخير زمن وبعد كلا بتشغل الكهرباء على حسب الوقت اللي انت بتحدد دي اللوحة اللي نشتغل عليها النهاردة ومشاء الله جورة ممتازة اللوحة عبارة عن 10 سنتي دي اللوحة بتاع التأخير الزمني لحماية الأجهزة الكهربية هنوضحها في درس المنفصل خاص بها وزي ما وضح حمامك كل تصميم عبارة عن 3 لوحات يعني معنا من كل بردة 30 بردة في الطلب اللي معنا ده نقدر نفصلهم زي ما وضح حمامك ووفصل لنا الوقت اللوحة وزي ما وضحنا في الفيديو السابق تمام بتقدر تفصلهم بكل سهولة عن بعض تمام ويبقى معك كده 60 لوحة مش 20 لوحة بس هنا وزي ما نوضح دي الوقت هذه الأطراف اللي بتتوصل في السويتش أو المفتاح وهنا أطراف الرلي نورمال اوبن والكم والنورمال كولوزت وهنا دخول الموجة بالسالب للدائرة ودائرة حماية بفيوز بمفتاح باثنين ضايد لحماية الدايرة من عكس الطيار الموجة بالسالب وبعدها الإي سي 3 خمسات معنا أو التايمر 3 خمسات وهنا كابستور 100 ميكرو فراد مع مقاومة 10 كيلو وهنا المقاومة المتغيرة سأستخدم 1 ميجا او مع الحسب التوقيت هنا المكونات اللي معنا طبعا البي سي بي بورد حتى نوضحها بالتفصيل وهنا إي سي سوكت 8 بن للإي سي 3 خمسات ومعنا اثنين مقاومة 560 اوم هنوضح ليستخدمنا 560 اوم ومقاومة 10 كيلو اوم ومقاومة 1 و 1.5 كيلو اوم وثلاثة ضايد للحماية كما وضحنا وطبعا كابستور 100 ميكرو فراد وريلي طبعا 10 أمبير وطبعا 2N4 2NAT وطبعا 2N4 2NAT وطبعا 2LED باللون الذي تحبه ومقاومة متغيرة 1 ميجا اوم تستخدم أكبر من 3 دقائق وطبعا 1 برس وطبعا الترميل الكنكتور لكي نستطيع الوصل أسلاك باستخدام المصامير لكي نستطيع الوصل أسلاك بكل سهولة نبدأ التوصيل على بركة الله تجميع البوردة نبدأ بالضيود طبعا نراعي الاتجاه الفضي في الضيود يكون مع الخط الأبيض الموجود في البوردة الذي معنا بالشكل نكمل بقية الضيود معنا ثلاثة انا بوضح الخطوة لكي نفهم ان الموضوع قد بسيط والموضوع قد بسيط لا تفكر ان انا بكرر في الفيديو لا انا بوضح هذه النقطة لكي تحب التجرب وتحب التنفذ بالنسبة للناس ممكن يكون مشروع ومشروع كويس جدا او بتني اطراف المفتاح بالشكل لكي لا يسقط مني لما اقلب البوردة وهنا في وضع اللحم ان شاء الله وبعد كده اكمل مقاومة 10 كيلو وبعدها المقاومة 1.5 كيلو بالشكل طبعا بتني الاطراف كما وضح منك عشان المقاومة تثبت بعد كده المقاومات 560 اوم طبعا انا كتب على البوردة 200 و 20 اوم لو انت هتشتغل ب 200 و 20 اوم يفضل تشتغل ب 5 فولت ويكون مع ال 5 فولت انما مع ال 12 فولت انصحك تشتغل ب اكبر من 200 و 20 اوم اشتغل ب 560 اوم عشان ما يحصلش ارتفاع في درجة حرارة LED انا هنا اركبت المفتاحين وركبت السوكيت وركبت الضيود وركبت المقاومة زي ما وضح منكم بالشكل بعد كده اركب الترمنت او السوكيتات للتوصيل اول حجر لي وبعد كده اطراف المفتاح وبعد كده الاطراف الخاصة بدخول الموجب والسالب وتغذية الكهرباء البوردة تمام كده المفروض نبدأ تلحيم بمكوة اللحم والازدير ونستخدم مكوة كده كما وضحنا قبل كده وتبدأ اللحم اللحم بسيط جدا كما وضح منكم تمام بالشكل 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 ونكمل اطراف ونحاول نظبط اللحمات بالشكل الواضح بسيط جدا الناس لا تذهب الخطوة خطوة بسيطة جدا تقدر تجرب وتشوف ان التجربة بسيطة وكما وضحنا ده ممكن يكون مشروع الناس تشتغل به اللوحة ممكن تكون بداية المشروع لأي حد يشتغل فيها بعد كده تشيل زيادات في الاسلاك لان الاسلاك تمنعك ان تدخل المكوى او ان تصل بالمكوى لأطراف الاسلاك عيقه بالشكل بعد كده اكمل لحام أطراف السكت الخاصة بالإي سيطة اوضح ان الفكرة نفسها فكرة اللحامات سهلة ونحن الحمدلله وضحنا لطريقة الاستخدام المقاومات ونحن الحمدلله لطريقة الاستخدام المقاومات ونحن المفروض يكون عندها تكون استوعبة الفكرة كلها وتقدر ان ان شاء الله تنفذ مشاريعها ده ترانزيستور الان 2N و أخر المقاومات ثم وقام الملات ونقوم التقليل البرده بحرص لان الرلاي لا يسقق مننا ونقوم التقليل البرده سوف نقوم التقليل ونارفعها ونكمل لحمات الرلاي وسيقوم بتأخير الاتراف وتنزيد ويقوم التقليل الاتراف ويقرر بسيطة جدا الفكرة يا جماعة تقدروا تنفذوها بنفسكم وكالعادة لازم نشيل الأطراف طبعا باستخدام الصفة باستخدام أي حاجة تقدر تشيل الأطراف الطويلة أو باستخدام حتى مقص هذه الدائرة بعد ما انتهنا منها وبعد ما انتهنا من التجميع زي ما وضح حجمه صغير جدا زي ما وضحنا 6 سنتي في 3 سنتي أو 6 و 18 سنتي في 3 سنتي تقدر تحطها في القلب المسجل تقدر تعملها تصميم وليس تحطها في قلب مثلا تحطها في طابلون الكهرباء بحيث ان انت تشغل بعد دور السلم او الناس اللي شغلها في الكنترول طبعا عندها اماكن كتير كل الكنترول بتاع لوحات تقدر تدفعها معا في الكنترول هتفيد الناس كتير جدا اللوحة دي ولا استخدامات كتير يعني لا بعد حدود زي ما وضح حمون كلها مكان دخول الكهرباء او المفتاح اللي بتحكم فيه الرلي والنورمال اوبن والكوم والنورمال كولوزيت زي ما وضح انا عكسهم هنا بس ان شاء الله هعكسهم في التصميم اللي يكون معك اسفل الفيديو ومكان المفتاح وطبعا ده الاي سي 3 خمسات معنا ومكان دخول الكهرباء وده المفتاح انا عمله للتجربة بحيث انك تقدر تجرب مع التأخير الزمن بتاعك وعمل لمبتين اللي ايدي في اللوحة عشان يبينه الحالة معك بدل ما تركب لمباته وتنتظر لما تجرب تقدر تجرب اللوحة الوحدة وبعد ذلك تروح على التركيب على طول وطبعا الضيض احنا مركبينه عشان يحمي الدايرة من عكس الطيار الموجب والسالب زي ما وضحنا قبل كده في دروس اللوحات الخاصة بالاسمارتون انا وصلت كده الكهرباء مجرد ما ضغط على المفتاح يشتغير معانا الوقت معين على حسب تثبيت المقاومة اللي انا مركبها بها لطبعا نشارب المقاومة على وضع هذا حسب التثبيت اللي اشتغلت معي واحد دقيقة وخمسة وخمسين ثانية الوقت تغير عن طريق المقاومة المتغيرة طبعا لما تلف المقاومة المتغيرة في اتجاهها قريب الساعة يلد معك الوقت وكما تقل اما في اتجاهها فهو يلد معك الوقت ويلد معك الوقت عندما تلفها معك اشتغلتها ولدها معك الوقت والوقت موضح الوقت تقلي معك kelha من دئيئة خمسة وخمسين ثانية لسبعة وثلاثين ثانية موضحها حتى اصل ونقوم بإمكانك الوقت إلى الوقت أقل من ثانية من يرفع صبايا على المفتاح ونفصل مجرد الرفع ونلف المقاومة عكس التجاه عارب الساعة ونلفها أخرى عكس التجاه عارب الساعة ونفصل على التجربة وعرف التوقيت الذي تحبه بالضبط ونفصل على التجربة المقاومة المتغيرة أو تركب مقاومة سابتة ونفصل على الوقت نوضح التركيب العملي هذا سلك كما وضحنا قبل 20 متر هذا مفتاح جرس سنوضح عليه ونفصل على المفتاح المفتاح ونفصل على المحاكاة في الكهرباء ونفصل على تجربةany المفتاح المفتاحة ونفصل على الناس ونفصل على الألف المفتاح وفي الكهرباء الثوانية ونفصل على الخطوة ونحن نشغل في العمل كما نتعامل مع طيار عالي وهو مثل طيار 220 فولت فعندما يستحسن فخطوة لنفصل على الناس ونقوم بشكل رجبة و بعد ذلك سأجرب اللمبة عملت معها و ستعمل وقت المحدد الذي حددناه و بعد ذلك ستفصل لدينا في الخطوة اوضح ان اللمبة لا يعمل لازم اوضح ان نستطيع ان نركب مفتاح خارجي مفتاح الخارجي يمكنك ان تركب اي عدد من المفاتيح مثلا انت تستخدمها كديرة سلة على حسب الادوار الان يشتغل معك تقريبا في 5 ادوار الان يشتغل معك الى 20 متر سلك ولو جربت اكبر من كده ولكن ان تشتغل معك ممكن لغاية 50 متر و ممكن 100 متر لانك تشتغل بل 12 فولت و بعد ذلك اوصل الطرفين في البوردة طبعا هم طرفين بيخرجوا من البوردة بيروح على كل المفاتيح بيتوصل على التوازف المفاتيح معك كل طرف يدخل في المفتاح بس انك توصل الطرفين في بعض شغلانت المفتاح انه يوصل الطرفين في بعض بتاخد اللوحة الامر عن طريق الطرف الجيني دي و اضغط على المفتاح و نجرب و اخرت الامر من المفتاح و على حسب الوقت اللي احنا محددينه هتشتغل معنا الدايرة تمام نقدر نغير طبعا المقاومة او لو انت حابب تعمل وقته معي كما وضحت تقدر تضيف مقاومة ثابتة بالقيمة بتاعت المقاومة اللي انت حاببها و نجرب معك و نحطينا الطيمر على الشاشة عشان نوضح محاكال الوقت الفعلي كل ما يجد و هذه القيمة التي أعملinde تحتاج من الى 20 سين ؟ تمام تقدر طبعا تغيير الوقت زي ما انت حابب وكده ان شاء الله نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب نكونوا وفقنا في تقديم المعلومات ما تنسوناش من صالح دعواتكم لو أجبكم الفيديو هتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة